اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا رح نكتبوه على شكل عدد عشوري صحة وش معنطها عدد عشوري هذه شرحتها في الفيديوهات السابقة مي معلش نزيد نعاود نشرحها مرة أخرى شوف كي يكون عندك عدد بالفاصيلة مثلا تسعة ونص تسعة ونص على عشرة هذه نقطة تعكف العربية معلش تسعة ونص على عشرة وشي هي عبارة كي تشوف الفاصيلة اللي هنا أعرف باللي هذا العدد راهو عشوري على عشوري فيه زوز أجزاء الجزء الأول هذا اللي منا علي صار تعك نقولوله الجزء الصحيح هذا اللي منا نقولوله الجزء العشوري تفاهمين ولا لا لا كي تلقى عدد بالفاصيلة معنطها هذا الجزء العشوري هذا الجزء الصحيح وهذا ما كان هذا هو عدد عشوري هذا هو الحاجة اللي لازم تعرفها فقط ذلك هتبع معي اللي هنا هذا الكسر راح نكتبوه على عدد عشوري يعني هذا الكسر بالعربية بالدرجة تعني قالك الكسر هذا كتبه لي على شكل رقم بالفاصلة ما هذا وكنكتبوه بالفاصلة وش نديرو تحسب اللي هنا قده من صفر عندك في المقام صح قبل ما نحاولو ثاني نزيد نعطيك عفسة وش هو كسر عشوري اي كسر يعني اذا لقيت كسر لتحت عشرة ولا مية ولا الف او اكثر هذا راو كسر عشوري يعني هنا في المقام تلقى عشرة مية ولا الف يعني مثلا 9 على 10 هذا كسر عشوري في المقام تلقى واحد ومعه اصفار هذا كسر عشوري صحة ذلك رك عرفت كسر عشوري وعرفت وش هو العدد العشوري ذلك رح نحولو كسر كي ما رك تشوفي هذا كسر عشوري رح نحولوه العادد بالفاصلة وش ندير اول حاجة نحسب عدد الاصفار عندي واحد زوج زوج أصفار نطلع اللي هنا لفوق نحسب واحد زوج وندير الفاصلة تفاهمين ولا لا لا هنا وش عندي عندي زوج نحسب زوج مباشرة نحط الفاصلة رح نلقى هنا عندي فارغ نرجع نكتب هنا سفر الخرج لي سفر فاصل واحد نكتبوا له سفر فاصل عشرة سفر فاصل واحد ولا عشرة كيف كيف معلش انت يكتبها سفر فاصل عشرة ما تدوخش تاهمين ولا لا لا وش درت حسبت عدد الأصفار لقيت زوج اها واحد زوج كتبت الفاصلة لقيت فارغ اللي هنا كتبت فيه السفر خرجت لي النتيجة نتاعي صحيحة هذا عبارة على عدد بصلة ولا عدد عشوري صحة تبعني ندوم مثال آخر باش تفاهمني تسعة على عشرة وش توساوي وش راح ندير نحسب عدد الأصفار اللي لتحت لقيت باللي واحد فرات نطلع الفوق نحسب واحد ونحبس ندير الفاصلة قدامه لقيت فارغ اللي هنا ندير صفر خرجت لي صفر فاصل تسعة نكتبها هنا صفر فاصل تسعة ما تكتبش هذا وديرهم بقال مرصاص ولا يعني تسعة على عشرة تساوي صفر فاصل تسعة هذو ديرهم في المحاولة تنتعك صحة نزيدون ديو مثال آخر مثلا تسعة وتسعين على عشرة وش ندير نحسب عدد الأصفار اللي لتحت آيوا عندي صفر واحد نطلع الفوق نحسب صفر واحد يعني نحسب منزلة وحدة واحد ونحبس بس ندير الفاصلة وين نحبس ندير الفاصلة حبست لن ندير الفاصلة هنا وش يخرج لي تسعة فاصل تسعة هانا حولنا كسر عشوري حولناه إلى عدد عشوري يعني عدد بالفاصلة نزيدون ديو مثال هيا تبع معين ديو مثال آخر خلينا نفاصي هذا صحة عندنا المثال هذا ثمانية تسعة سبعة ثمانية وسبعة وتسعين على مئة كم تساوي سهلة أول حاجة نديرها نحسب عدد الأصفار اللي لتحت عندي زوج نطلع الفوق ثاني حاجة نحسبه قدها عندي عندي زوج اللي لديها نحسب زوج صفار يعني نحسب زوج وندير الفاصلة واحد زوج ونحط الفاصلة والنتيجة نتاعي هي ثمانية فاصل سبعة وتسعين سهلة نزيدون ديو مثال آخر هيا تبع معي عندي عشرة آلاف عشرة كم تساوي نحسب تحت عندي سفر واحد يعني نطلع الفوق نحسب سفر يعني عندي عدد واحد نحسب مرة وحدة مرة وحدة وندير الفاصلة هنا خرج لي ألف نكتب اللي هنا ألف تفاهمين ولا لا لا ما تفاهمين تقدر تدله هكا أستاذة و عدد بالفاصلة فاصل سفر يعني تكتب الصفر ولا ما تكتبوش رو ما يأثرش يعني واحد فاصل سفر هو نفسه واحد خطر هو في السؤال قالك يكتبوه لي على شكل عدد عشري عدد بالفاصلة تا إذا خرج لك عدد كما هنا خرجنا ألف عدد ما فيش الفاصلة وش نديله نديله شيخ فاصل فر عدده بالفاصلة نعم صحيح صحر روح ونشوفه مثال آخر تابع معي ملح مثلا هكا 346 هكا 3460 على ألف كم توساوي وش راح ندير نحسب التحت شحال عندي من صفر واحد زوج ثلاثة ما عندي ثلاثة نطلع الفوق نحسب ثلاثة ونحط الفاصلة واحد زوج ثلاثة ونحط الفاصلة ونكتب النتيجة نتعيلي هي ثلاثة فاصل 460 هكا تكون جاوبت صحيح نتمنى تكون فهمت هذا الدرس ملح تفرج الفيديو وعاودوا عدة مرات وما تنساش تحل تمارين إذا ما حلتش تمارين راك ما درت والو صحة ونسيت حاجة أخرى أهم ما تنساش تدير لايك للفيديو وتشتركوا في القناة باش يوصلكم دروس جديدة أخرى أيابي التوفيق ما تنسوش تتابعونا على قناتنا على اليوتيوب خطوة تعليمية وذلك بالضغط على الزر الأحمر اللي هو متابعة أبوني ولا سبسكرايب وما تنساش تاني زيب تكريكي على هذك الجارس علاش بينا باش أي حاجة نحطوها تمارين دروس انتحانات برامج نصائح تصلك في الحين آية السلام عليكم طالوا في رواحكم